كيكة العسل شوفوا طريقتها معنا اول شي عندي كريمة خفقتهم كويس بأضيف عليهم توفي جاهز او تسوونه بالبيت وارجع واخلطهم سواء وبعدها هنا عندي بسكوت الشاي بأحطه بالموية والعسل واصفهم كويس بعد كذا بأضيف على نفس كريمة اللي انا سويتها معكم بالاول وارجع واسوي طبقات طبقة من البسكوت وطبقة من كريمة لين ما تخلص عندي الطبقات وهنا بعد ما سويت الطبقات خلص بأخذهم للثلاجة بيخليهم يبردون اقل شي بأخليهم ساعة وبعد ما بردوا وتماسكوا معي الان بغطيهم بكريمة كويس وهنا بأرجع واخط عليهم بسكوت لوتس مطحون كويس بعدها بأخذهم للثلاجة بأخليهم يبردون شوي اخر شي تقدرون تزينونها بالفواكه او اي شي انتم تحبونها وخلاص كذا تكون جاهزة وتقدمونها وهنا كذا اقدر اقول بسم الله وعلينا وعليكم بألف عافية شي سهل ولذيذ وبدون فرن والشكل خرافي والطعم شي جبار لازم لازم تجربونها وبالعافية